عندك مثلاً اللي بيقولوا عليه الشيخ الإسلام ابن تايمية رحمة الله عليك هل بقى عندك فكرة ان ابن تايمية كفر جابر ابن الحيان وقال لك ايه قال لك ان الكيمياء اشدوا حراماً من الربا تخيل تخيل يعني طبعاً احنا قدام شخص ما عندوش اي نزهة علمية هو عايز يشكككك في تراثك ويهدمولك بالكتب والتدليس فيقول لك ده ابن تايمية حرم الكيمية وطبعاً انت لما تشوف المشهد مش هتعرف ايه كيمياء اللي حرامها ابن تايمية والله هيجي في دماغك هي الكمياء الحديثة بصورتها اليوم حتى النقطة اللي اعراد بها هدم ابن تايمية وتشويهه وانه قال بقى ان الكيمياء اشدوا حرمة من الربا دي نقطة تحتسب ابن تايمية صراحة وتبين لك انه قد ايه من العقليات الموسوعية التحليلية وتشوف بنفسك مدى كمية الجهل والسطحية في المشهد وخطور التصدر غير المؤهلين والمتخصصين للكلام في اي مجال فلم تكن الكيمياء الحديثة بصورتها النهائية موجودة كما هي لدينا اليوم ولذا فان الحكم على ان ابن تايمية يحرم الكيمياء المعروفة لدينا اليوم فيه عدم ضبط وقل التدقيق فكيف يحرم ما لم يكن موجودا في عصره اصلا والطعن في ابن تايمية تحديدا عشان قضايا زي تحريم الكيمياء وقس عليها هم اصلا مش عارفين ايه هي الكيمياء اللي حرمها ابن تايمية وهل الكيمياء اللي في عصر ابن تايمية هي الكيمياء اللي موجودة في العصر الحديث وعشان نوضح الدنيا فالكيمياء في القديم استعمالها مختلفة عن الاستعمال الحديث فالناس في القديم كانوا يقصدوا بالكيمياء الذهب والفضة اللي بيتم تصنيعهم معمليا عبر التركيب واحيانا يطلق اللفظ نفسه على عملية التصنيع نفسها فالكلمة اللي هي الكيمياء ما كانتش بتستعمل بمعناها الحالي وانما كانت بتدل على صنعة علمية ولذلك كثيرا ما يطلق عليها اسم الصناعة او الصنعة او صنعة الكيمياء والدعى البعض في العصور القديمة امكانية تحويل المعدن الى ذهب عبر الوصول لمادة تسمى الاكسير وفضل العوام من الناس متأثرة بهذا الادعاء لفترة كبيرة حتى اشتهر بينهم ان صناعة الكيمياء هي الوسيلة الخارقة للحصول على الكنوز والثراء وامن السعيد صاحب الحظ هو اللي هيعرف اسرار هذه الصنعة واصبح كتير من العوام بيفنون حياتهم ويبذلون اموالهم طلبا للوصول الى هذا السر العظيم ولكن المحاولات كانت تنتهي غالبا بالفشل والافلاس وضياع العمر بدون جدوى ولذلك قال القاضي ابو يوسف من طلب المال بالكيمياء افلس يقصد طبعا الكيمياء بمعناها في العصر اللي كان عايش فيه فالكيمياء معناها الوحيد ساعتها هو الذهب والفضة اللي بيتم تصنيعهم مش استخراجهم والحقيقة ان الكيمياء في الفترة دي كانت ذهب وفضة مزورين وان يستحيل تصنيع الذهب والفضة معمليا والموضوع كله كان نصب وغش واللي كان بيعمله الكميائيين في الفترة دي هي عملية طلاء فيجيب سبيكة حديد مثلا ويعمل لها طلاء ذهبي فتبلل الناس ان دي سبيكة ذهب وعشان تكتشف ان ده مش ذهب كان لازم تمر سنين طويلة عشان تظهر عليه عوامل التعريح مين بقى في الازمنة دي قدر يوصل للحقائق دي بالتحليل والاستنتاج المنطقي والشرعي رغم نقص الأدوات العلمية وكانوا فعلا نبراس لمجتمعهم اليجابة دايما هتكون الفقهاء بالذات العقليات الموسوعية والتحليلية زي ابن تيمية اللي حلل الموضوع من الناحية العقلية ومن الناحية الشرعية وقلبه من كل جوانبه واستنتج ببراعته المعهودة في العرض استحالة صناعة الذهب والفضة معمليا وأن صناعة الكيمياء ليست إلا طريق التزوير للذهب والفضة وقال إن الكيميائية لا يعدون أحد أمرين إما أن يعتقد أن الذهب المصنوع كالمعدني جهلا وضلالا كما ظنه غيرهم وإما أن يكون علم أنه ليس مثله ولكنه لبس ودلس وقال وجماهير العقلاء من الأولين والآخرين الذين تكلموا بعلم في هذا الباب يعلمون أن الكيمياء مشبه وأن الذهب المخلوق من المعادن ما يمكن أن يصنع مثله وكل ينكشف قريبا أو بعيدا ولكن منه ما هو شديد الشبه ومنه ما هو أبعد شبها منه حقيقي أنا جالم بهار بهذا الكلام ده كلام عالم فقيه موسوعي قدر يوصل لمسألة زي دي برغم من قلة الأدوات العلمية في وقته فلم يحرم ابن تيمية تخلط المعادن وتركبها على بعضها ولم يقل بتحريم تصنيع المواد الجديدة ولم يقل حتى بتحريم صهر المعادن المركبة لفصل المعادن الخسيسة عن السمينة إنما كان يحرم تحريم التعامل في الذهب والفضة المزورين باعتبارهم ذهب وفضة حقيقيين ولم ينفرد ابن تيمية واحد بهذا الكلام بل إن ابن الجوزي سبق ابن تيمية بحوالي 100 سنة وقال نفس الكلام طبعا الحكاية دي تبايل لك يعني ضحالة وجهل إبراهيم عيسى يعني فعلا من تكلم بغير فمنه أتى بمثل تلك العجاب يعني هم أصلا مش عارفين ومش فهمين إيه هي الكيمية دي ولا مستوعبين إن الكلام رايح على تحريم التعامل في الذهب والفضة المزورين باعتبارهم ذهب وفضة حقيقيين يعني الكلام بيندرك تحت تحريم الغش والتزوير وإن كلام ابن تيمية مالوش أي علاقة بعلم الكيمية الحديثة وإن فكرة التركيبات الكيميائية الحديثة كان كتير من العلماء المسلمين بيتعلموها ويتدولوها كجزء من علم الطب وفي الحقيقة ده يوريك قد إيه الفقهاء وصلوا للذروة من التحقيق والاجتهاد وما كانوش بيبنوا كلامهم على السطحية والعبثية هسيب لك في الدسكريبشن مقال في غاية الروعة بيشرح الكلام ده بالتفصيل ولو حد عايز يتطلع أكتر في الموضوع ده يقرأ في مقدمة ابن خلدوم الفصل الثلاثون في علم الكيمية والفصل الثالث والثلاثون في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من المفاسد عن انتحالها